السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي طلاب الصف الاول السنوي. النهاردة احنا بنتكلم عن يونت فور الوحدة رقم اربعة اللي مهم جدا جدا انك تركز معي فيها النهاردة علشان فيها برسين جرامر من اهم الدروس اللي عندنا لانه اه الدرسين هم countable and countable nouns او الاسماء القابلة للجمع والغير قابلة للجمع والدرس التاني هو the استخدام a and without definite and indefinite as code. النهاردة احنا حنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالcountable nouns او الاسماء القابلة للجمع. ايه هي الاسماء القابلة للجمع? يعني ايه اسم قابل للجمع? قال لي يا مستر الاسم القابل للجمع هو الاسم اللي لما اجي احوله للجمع ينفع اجيب منه جمع باي شكل من اللي انا معرفه. زي ايه? قال لي زي ما احنا عارفين ان احنا ممكن نستخدم car في الجمع cars. ضفت اس. طيب pass تبقى passes. ضفت اس. طيب بالنسبة مصر لكلمة زي man تبقى من. طيب wife تبقى wives. wife تبقى wives. الفي تبقى ves. طيب ممكن خلي بالك. child تبقى children. child. children. طيب ممكن حاجة تانية. foot تبقى feet. tooth تبقى teeth. ممكن كمان. استخدم كلمات او كلمة من الكلمات اللي هي الاصلها اللتن. زي phenomenon. phenomenon جمعها. phenomenon. ox جمعها. oxen. طبعا phenomenon. phenomenon و phenomenon ظاهر او ظواهر. و ox و oxen هي ثور او ثيران. طيب دلوقتي على الشاشة قدامي. بنتستخدم. او بنتكلم عن الاسماء التي تعد. ايه الاسماء التي تعد? الاسماء اللي انا زي ما اتفعنا معك من شوية. اللي ليها مفرد. وجمع و نستخدم معها اي او اينا علشان نقول ان الفعل مفرد. علشان نقول ان الفعل مفرد. او الاسم مفرد. sorry. زي a man تبقى من. a girl تبقى girls. a teacher تبقى teachers. an ant تبقى ants. an egg تبقى eggs. okay. fine. the rebels were able to remove the regime. الثوار. كانوا قادرين على ازالة النظام. i saw an accident in the square. انا شفت accident in the square. شفت حدثة في الميدان. يبقى خلي بالنا كده. اللي دي اهم النقط اللي نتكلم عنها النهارض. زي ما اتفعنا امان من. a girl. girls. a teacher. teachers. an ant. ants. an egg. دي من الكلمات اللي اقول الاسماء المفرد اللي ايها جام. the rebels were able to remove the regime. regime يعني النظام خلي بالك. region النظام. i saw an accident in the square. شفت حدثة فين. في الميدان. طب في كلمات مفرد في العربي وفي والانجلي وجمع في الانجلي. خلي بالك. في بعض الاسماء بنلاقيها. بالعربي مفرد. ولكن في الانجلي. من اللي ايها جامع. زي sandals. sandals اللي حاجة تلبسه. scales. الميدان. tongs الملقاط. socks. socks يعني الشراب. هو مكون من جزئين. بس انا بتكلم عنه في العربي. على اساس انه مفرد. ولكن هو في الانجليش. بتعامل معي انه جمع. shoes. نفس الموضوع. shorts. trousers. بانطرون. ممكن استخدن كمان. glasses او pants. gloves. gloves اللي هي الكفازات او الجوينت اللي بنوا عليه. وال scissors يعني مقصة. طب خلي بالك بقى لاني الاسماء دي. لما نجي نتكلم عنها. اقول لك. my shoes are clean. my shoes are clean. حزائي نطيف. the scissors are sharp. المقصة حاد. his pants are tight. يعني الpants او البانطرون بتاعه دي. طيب لو انا استخدمت. a pair of. قبل اسم من الاسماء دي. a pair of italian shoes. زوج من الاحزيع الايطالية. is very expensive. غالي جدا. طيب خلي بالك بقى لاني فيه. جزء هنا. هنتكلم عنه. او اسماء. هتلاقيها دايما جمع. دايما هتلاقيها جمع. زي ايه. the police. الشرطة. the class. الملابس. people. الناس. goods. البضائع. troops. جنود. arms. remains. cattle. poultry. كل دي اسماء جمع. حيجي بعدها فعل جمع. بي اسماء جمع. حيجي بعدها فعل جمع. داي مسلا لما قلت. the police are looking for two criminals. الشرطة بدار على مقرمين. او اتنين مقرمين. اقولك. our goods. our goods. are going to compete. كمبيت. يعني كمبيت. كمبيت يو نافس. جميل الفعل. او ناون كمبيتشن. our goods. بضائعنا. are going to كمبيت. foreign goods. بضائعنا ستنافس المنتجات الاجنبية. جميل جدا. هنستخدم بعض الكلمات ده. مع. الاسماء. الكانتر. علشان تعبر عن الجمع. كلمات تاتم على الاسماء الذي. او الاسم الذي يعد في حالة الجمع. زي الاسماء دي. دي. الاضب. الكثير من. plenty of. وفر من. او لك. we have a lot. أو plenty of friends. مني. الكثير. عددا. عدد كثير. او لحضرتك مثلا. مني. او مور. او ماس. نادا. can't revise. مني. متقدرش. نادا. انها تراجع عدد كثير من القصائب. ممكن تقول. few. a few. عدد قليل. fewer. أو few. a few students are absent. يعني عدد قليل من الطلاب are absent. غيبين. some. معنى بعض. she has bought some English. اشترت بعض البيض. how many girls in the class. كما عدد البناء في الفصل. there are 24 girls in my class. في 24 بنوطة في فصل. do you need any books. هل محتاج اي كتب. قولك. no i need i don't need any books. لا مش محتاج اي كتب. طيب خلي بالك. one of. one of. هيجي بعدها اسم جمع. بس هتاخد فعل مفرب. ايو ركز بقى معايا معايا. one of. هيجي بعدها اسم جمع. ولكن هتيجي. هتاخد فعل ايه. هتاخد فعل مفرب. ازاي مستر طاهد. اقولك. تعال. one of my colleagues doesn't like me. لم اقولك one of my colleagues. واحد من زملائي. doesn't like me. doesn't like me. لا يحبني. ومين سمعت كل انه هاد الرجل. طيب خلي بالك بقى. الكوليجز جمع. جي بعدها دازل. ليه? لازم انا بتكلم عن عن واحد منهم مش كلهم. لا اده كلهم جمال وناس طيبين. قال لي طيب. المعلومة تاني. الكلمات اللي جاية دي هتاخد فعل مفرط او جمع. على حسب انت ونيتك. انت و ايه? ونيتك يعني يا مستر. قال لي مثلا كلمة زي staff. طاكم العمل في مكان او في مؤسسة او هيئة. staff معناها طاكم العمل. لو بتكلم عن staff على بعضه. طاكم العمل على بعضه. as a one unit. كوحدة وحدة. اقدر جيب بعده فعل مفرد. قول لك. the staff of english. the staff of english. staff اللغة الانجليزية. is very good at this school. كويس جدا في المدرسة دي. staff of english. staff او مجموعة العمل. او قصورة اللغة الانجليزية كويسة جدا في المدرسة. لو انا بتكلم عن staff كوحدة واحدة على بعضهم. طب لو تكلمت عن staff. وهم خارجين. ما شاء الله كده شوفنا كده. وحنا خارجين من التصحيح. تقول لك. the staff are exhausted. are exhausted. exhaustive يعني منهكين. هنا انا متعبنين جدا. بكلم عن staff. each member. بكلم عن كل عضو من اعضاء ال staff. كده جمع. طب. الكلا ده يمشي على مين؟ يمشي على staff. university. navy. population. group. government. team. committee. committee. family. class. army. company. couple. crew. طاكم العمل في تفينة او طائرة. crew. crowd. اللي معناها زحمة او جمهور. gang. العصابة او public العامة. لما بقول لك مثلا. كمثال. my mr. tires family is nice. متشكين يا فاني والله ده من ذوقكم. ربنا بارك لكم. mr. tires family is nice. يعني عيلة mr. tires. عيلة جميلة كده الظريفة. كده انا بتعامل على. بتعامل مع العيلة as one unit. كده واحدة واحدة. جبت بعدها الفعل is أي وهو. مفرد. طيب. لو انا قلت بقى. my family are having tea now. my family are having tea now. انا عيلتي بتتناول الشيء الاني. انا كده بتكلم عن عيلتي as members. كأعضاء. لك تتعالوا معاين. يلا نشوف معلومة تانية. تعالوا معاين. في كلمات. طبقة كما هي في المفرد. والجمع مع حزف اداة النكرة عند الجمع. يعني ايه. تعالوا نشوف كده. a means وسيلة. طب لو انا عايزها جمع. شيل ايه. اه. شيل ايه. هتبقى means وسائل. a series سلسلة. series بس. سلاسل. a species نوع او فصيلة. طب species انواع. اشيب خراب. او خروح. اشيب خراب. ادير غزال. ادير غزال اكتر. او الجمع. دقار is a means of transport. السيارة هي وسيلة معصلات. ايه. a means of. وسيلة معصلات. طب. there are a lot of means of transport. يوجد الكثير من وسائل المواصلات. مثال تاني. the forest has a lot of species. such as the tiger. the elephant. the deer. and the wolf. والاني الغابة فيها المواع كثيرة جدا من الحيوانات. زي الطائجر والاسد. او ساري والفير والدير. طب تعالوا بها كهذا نشوف حبيب قلبي. uncountable nouns. الاسماء غير القابلة للجمع. الاسماء الجمدة اللي ما ينفعش جمعها. هنستخدم معها برضو. الطب. plenty of. much. a little. less. least. some. any. بنفس المعنى او نفس معاني اللي استخدمناها مع الاسماء. countable. نستخدمنا نفس الادوات دي او نفس الكلمة دي. مع اسماء countable. وهنستخدم برضو مع uncountable. نفس الاسماء لطب الكثير من plenty of. وفرة من much. كثير كمية كثيرة. we level كمية قليلة. some بعض. we any i. uncountable nouns عندي ملحوظات عليها كويسة اوي. اليمكن استخدام ادوات التجزئة. ايوة يا معلم بقى. علشان المعلومة دي مهمة اوي. ايوة. كوباية الاهوال اللي في جدك. ايوة. احطها. وكتب وراي. ايوة كده الطالب بتعقوله سنة والسنة دي. اللي مخمخ كده. وقعد مركز لنا. الله يبرك فيك وينروح. ويا رب بيوفقك يا رب. عندي يا بستر. كلمات uncountable. ولكن. انا عايز اجيب منها جمع. ازاي يا ابني اقولك تعالا بقى. في بعض الكلمات ربنا خلقها لنا عشان تيسر لنا الامور اسمها partitive. ادوات التجزئة. ادوات التجزئة دي هستخدم منها بعض الكلمات. علشان اجيب الاسم المفرد من uncountable noun. زي مثلا يلا نبدأ بلاغ راغي كتير. يعني مجوهرات. وعدان الله وياكم. كلمة uncountable. او اسم uncountable. طب ايه رأيك انا عايز اقول كتعة مجوهرة. اقولك كلمة كيك وميت. كيك وميت. لحمة وكيك. هو انا بضقي مستر تعالى كده نركز قوي معين. هي اللحمة. دينا كلها ازاي. شرايح ايوة. يبقى ديها. a slice of meat. شريحة لحمة. two slices of meat. شريحتين. three slices. يبقى انا كده جبت جزء او جبت اسم uncountable من ميت. طب ازاي. انا جبت slice ادوات التجزئة وجمعتها. طيب لامونات. كوباية اللاموناتة. اللي بنشوفها او بنحتاجها بعد التصحيح. a glass of lemonade. هل انا جمعت بقى lemonade نفسها. لا يا فندم. انا جمعت glass. او قلت two glasses of lemonade. يبقى انا كده بجمع ادات التجزئة. بجمع ادات ايه التجزئة. ممكن اقول بقى a bottle of milk. ممكن a grain of sand. او زرة الرمل. a grain of sand. a grain of sand. بعدد زروات الرمل اللي بحبك. ايوة. a grain of sand. الكلام مع bread. الخبز. اقدر استخدم a loaf of bread. ايوة. a loaf of bread. يعني a loaf of bread. رغيت من الخبز. طيب. a tooth. a tube of tooth paste. a tube of tooth paste. قنبوبة معجول سنان. طيب حبيب قلبي. chocolate. الشوكولاتة. البنات حبيبنا اللي بيحبوا الشوكولاتة. او بار of chocolate عشان منزع الكيش قطع الشوكولاتة. طيب ثلاثة اربع كطع. three or four parts of chocolate. بس خلي بالك عشان الضيب. ايوة. الشوكولاتة والضيب. يورا عندي paper. يورا. a packet of paper. أيوة يعني برطمور من المربة بنقف هنا بقى شوية ثانية كده على جلب لو سمحت عشان كلمة advice advice معناها نصيح طيب أنا عايز أقول أنا الديت صحبي أو الديت أخويا ثلاث أو أربع نصيح حاول I have given my brother three pieces of advice I have given my brother three pieces of advice أنا الديت صديقي أو أخويا ثلاث نصيح طيب خلي بالك هي pieces of advice معناها كتع من النصيح لا طبعا يا فالح لا طبعا pieces of advice pieces هنا من هشكر جمع هي جاية بس عشان تساعدني وربنا يجازي عندي خير ان تساعدني وتخليلي advice كاونتبول تخلي advice أقدر تتجمع any problem فكده أنا ما جمعتش advice نفسها أنا جبت أدب تجزئة جمعتها دايما هعمل كده في information معلومة طب يا مستر ما في معلومات يا فندم لأ ده في العربي بس ده في عند عندكم يا مستر إيه فيه يا حتول إيه أقول لك أزل يا فندم عندكم في العربي تفهم ليش غلق حبيبي an item of information an item of information معلومة طب ديني ثلاث معلومات كده مثر عناية three items of information طب أربعة four items of information دايما أنت عايز خد يا فندم ولكن احنا بنجمع الpart بنجمع عادات التجزئة بنجمع عادات التجزئة any problem مشكلة في كلام ده a cup of coffee a cup of coffee كوبات قهوة حبيبنا اللي ما بيفتخوش ما بيفتخوش عنهم إلا بالقهوة ربنا يا ربي شفينا أنا وإنتم a cup of coffee two cups of coffee three cups of coffee ثلاثة أربعة فنجي من القهوة إلا أنا ما جمعتش coffee نفسه أنا جمعت الفنجي a sheet of paper ورقة two sheets of paper ورقتين three sheets of paper ثلاثة ورقات ثلاثة ورقات كل ده بستخدموا مع paper floor يعني البي floor البي a bag of floor a bag of floor خيب بص بق تعالي بقى ونركز عشان المعلومة اللي جاي دي من العيارة تيه أيوة أيوة يا فنجم زي ما بقولك كده معلومة من المعلومات انت إله قوي 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 بيقول لي في الكاونتبل وانكاونتبل في ملخوضة مهمة إيه بقى يا مستر ملخوضة بقول لي كميات وانكاورة المبالغ المالية وانكاثرة الزمن وانطال الزمن وانبهضة المسافة وانطال إيه بصر الكلام انت بقول شعر أيوة يا فندم كل حاجة من الحاجات دي حتى مهما كان كبير قد ديه كمية كبيرة مبلغ كبير وقت كبير مبلغ مالي كبير مسافة كبيرة مهما كان درجة الحرارة كل ده مفرد كل ده مفرد إزاي مستر مفرد أيوة لأن هتعامل معهم عليهم كمية وحدة 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 دايما نقول كده 10 مليون باونز إيه اهي زي ما انت شايف بعينك الزل عليها 10 مليون باونز 10 مليون جنيه is a lot of money يانها رضياط بيكون مبلغ من المال كبير أو مبلغ كبير من المال بيبقى 10 مليون باونز وعدان الله هو إياكم 10 مليون جنيه تاخد إزاي يا مستر بخلي باعلك أيوة يا فندم لأنها تعملت معها هنا على أنها only a sum of money يعني إيه يعني مبلغ من المال مش أكتر ولا ألم طبقا ده أقول لك 50 letters of petrol أو 50 لتر بنزين أيوة نخلي بالنا 50 letters of petrol fills my car fills my car أيوة 50 letters جمع هي letters جمع ولكن fill مفرد طب ليه لإن أنا بتعامل مع ال 50 لتر دول على النوم كمية واحدة على بعضهم 20 kilometres is not a long way by car 20 kilometres is not a long way by car هنا 20 kilometre مش مسافة طويلة بالسيارة مش مسافة طويلة بالإيه بالسيارة مهم جدا 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 نكلم طيب 50 degrees 50 درجة مئوية أيوة دجريزة هي جمع is مستر زي is في سؤال find the mistake دوت قبل كده في سنوية عامة كان في find the mistake كان بيجان إن الطلبة وجيه في سنوية عامة قبل كده بس الحمد لله طلبنا كانوا معرفين ومعلومة ومستنينها طب تعالوا بقى نشوف كده أمثلة أو أسماء مشهورة عن uncountable nouns هنقول لهم كده وراء بعض ونفكر عن السنة اليوم لو جانوا عن the school subjects مثلا نحرق history electronics chemistry biology economics philosophy genetics psychology statistics science mathematics physics politics classics طب الاسترق نون اللي هي الأسمان معنوية purity confidence courage enjoyment honesty peace poverty love hatter persuasion dishonesty hypocrisy cheating forgery lying طب sports الرياضات football dominoes bell yards tennis gymnastics squash athletics chess طب الغاز الغذات oxygen nitrogen hydrogen carbon dioxide carbon monoxide ثاني وأول اكسيد كربون languages في اللغات همستاد english french italian spanish german greek turkish arabic كل دي uncountable المال الواجبات breakfast lunch dinner supper a natural phenomena الزواهر الطبيعية lightning البر thunder road heat حرارة snow جريب rain امطار light برضو برضو الجو او او الطاقس و cold البر forwards او liquid السوائل هنستاد water coffee oil milk soup blood سوط شربة blood tea juice petrol مع different activities المشارطات المختلفة هنستاد shopping studying writing smoking reading ironing washing طب في شوية كلمة باتشكيلة كده على بعضهم they meat rice oil butter macaroni cheese sugar salt bread toast beef furniture الافاس gold silver iron copper يعني محاس grass thin wood glass cotton silk wood wool information news luggage امتع baggage equipment موعدات evidence دليل advice نصيحة paper ورق tourism fever we flew we measles دي اهم الناونز او الاسماء اللي تيجي uncountable noun اسماء غير قابلة لجمع ولازم تخلي بالك مهمها جدا 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 دليل لان الاسماء دي هتعامل معاملة المفرط اي uncountable noun يعامل معاملة المفرط اللي طبعا في الحالات اللي انا قلتلك عليها مثلا زي الحالات اللي احنا نافه طيب المواد الدراسية والالعاب الرضية المنتهية بحرف s زي جاملستيكس واثلتكس وماثماتيكس وفيزكس كل دي اسماء مفردة يا فندم يلا اسماء فيزكس مفرد ماثماتيكس مفرد اثلتكس جاملستيكس دي اسماء مفرد طب والعلوم زي علم السياسة او علم السياسة زي مسلا جاناتيكس او فعل مفرد لو المعنى جامع هستخدم فعل الجامع زي ايه paper ورق uncountable طب uncountable لو انا قلت a paper جريد بقيت countable يمع glass زجاج طب لقلت a glass بقيت زجاجة coffee الاهوة عموما طب لقلت two coffees يعني كوبايتين اهوة orange orange يعني لون البرتقالي لا يعد uncountable طب لقلت an orange يعني برتقالة واحدة iron الحديد خام الحديد طيب an iron يعني مكوى light ضوء uncountable طبقه light ولاعة time وهي uncountable ماعناها وقت طيب three times ثلاث مرات غينها يبقى countable cold جو البرد a cold dusted bird an air اللي هو طيب an air المنظر او مظهرة chicken لحم الفراخ uncountable طب a chicken دجاجة واحدة فرخة طيب here الشعر عموما uncountable طيب a hair لو شفت شعرائي مميزة على الأرض أو في الأكل لقدر الله تن أو أثن اللي هي القطير give me a glass of water please my windows are made of glass بامثلة my mother raised some chicken أو would you like to have meat or chicken هنا مستخدم وهم uncountable would you like to have meat or chicken درس countable uncountable حبيب قلبي من الدرس الجميلة جدا وسهلة جدا بس محتاج تركيز فأنت محتاج تسمع الفيديو أو تشوف الفيديو وتسمعه مرة واثنين وتلاتة وتركز نتنير مع بعض الدرس جميل The definite and definite articles أدوات النكرة والمعركة بعض الناس عندهم misunderstanding عندهم فهم بيقول نفكرين مثلا أن a حتيجي أو an تطيب على الأسماء علشان تخليها نكرة وذا هديجي مع الاسم علشان تخليه معرفة لا يفهم الاسم اللي already نكرة هستخدم مع an مع a أو an والاسم اللي already معرفة هستخدم معا that هستخدم معي that طيب تعال نبدأ كده ب a و an a هستخدمها بمعنى حاجة واحدة أو شخص واحد a هستخدمها قبل الاسم المفرد الذي يعد البادئ بحرف consonant حرف ساكن ذي a pen الم واحد a card سيارة واحدة a book كتاب واحد طيب نستخدم أو نضع a قبل الاسم المفرد الذي يعد البادئ بالحرف u اللي تتنتق y ذي a universal a European country a uniform شخص بدأت ب you بس يتنتق y فهستخدم a a useful thing ممكن استخدم كمان an قبل الاسم المفرد البادئ بحرف متحرك باي a u i u u vowels المتحركين an elephant an apple an orange an umbrella an item an urban area طب حنستخدم an قبل الاسم المفرد الذي يعد البادئ بالحرف ساكن بس لا ينطق ويلي حرف متحرك ينطق زي hour hour يعني ساعة hour معناها ساعة طب لون an hour ولا a hour طبعا an لأن hour بدأت بال h silent فأول حاجة نطقت ايوة صحة معايا اول صوت ظهر هو صوت ال o اللي هو الصوت الظو بات an hour an honest man an x-ray ولقدر الله an x-y فعلا نشوف ايه الحالات اللي نقدر بستخدم فيها a وan a وan اقدر بستخدم a وان في الحالة الاولة مثلا لما نجي نذكر الاسم لأول مرة يعني لما قل لك we have a house with a garden we have a house with a garden ايوة اول معلومة عندي we have a house with a garden عندي منزل وفي حديقة او بحديقة طب هنا انا لاعرف المنزل ولاعرف الحديقة فانا بقولهم الاول مرة for the first time بستخدم بستخدم معهم an او an طبعا هستخدمهم مثلا مع الاسم اللي بشير الى عدد واحد من المفكر I read a story about a soldier and an old man انا اريد قصة قصة عن جندي و رجل عجوز واحد جندي واحد و رجل عجوز واحد طب لو قلت we have got a car ده برضو معنا ان احنا عندنا عربية واحدة he is a teacher هستخدمها قبل الوظائب he is a teacher او my father او my uncle الانجينير انت كمان استخدم بقى ذا اركز بقى معايا معل هستخدم ذا قبل الاسم اللي اتكرر في الجملة للمرة التانية لما اقول لحضرتك مثلا they got a house with a garden هم عندهم house منزل بحديقة ما لها بقى the house is small but the garden is large او huge المنزل صغير بس الحديقة كبيرة طب رقم اثنين ما لها قالها att Davis ايه الحاجات اللي موجودة في الكون بشكل منفرد حاجات موجودة بالكون بشكل منفرد زي the sun الشمس the moon الامر يعني البنات بتزعم مني تقولي يا مستر الزي moon واحد بس وانا بشوفه كل يوم في المراية ايوه يا فندم ده الامر يا فندم ايوه هو بعينه امر بالستل علينا وعليك يا فندم the universe the universe الكون the world العالم the heart and the earth كل الكلام ده اللي موجود منه شيء واحد the sun rises in the east تشرك الشمس من الشرق Cairo is the capital of Egypt القاهرة هي عاصمة محطف بكلها حاجات واحدة مش موجود منها الا عدد واحد فقط هستخدم ده مع الاختراعات والاكتشافات بتخلي بالك هستخدمه مع الاختراع والاكتشاف لما اتكلم عن الشيء ده على انه اختراع او اكتشاف the plane has made travel very fast الطائرة جعلت الصفر سريع جدا بس خلي بالك على كده بكلوا عنها كأنها اختراع طب لو قلت my father had my father had taken a plane to London before كذا كذا يبقى هنا اخذ طيارة مش رد من ده number four هستخدم ده قبل اسم الحيوان المفرد عشان نشر الى النوع كله او فصيلة كلها the camel fears thirst الجمل يتحمل العطش معناها ان all camels fear thirst the giraffe the giraffe الزرافة ما لها فاندم has a long neck الزرافة لها رقبة طبيضة ده معناها in all sorts all gerbs have ايوة all gerbs طيب هستخدم ده مع صفات التفضيل العليا زي the most ايوة زي التفضيل اي the tallest the most the tallest الاطول هستخدم ده مع المقطع كلما كلما the more you work the more you earn كلما اشتغلت كلما تسبت ايوة فاندم اشتغل وكسب رب نرزوك قبل الصفة لتشير الى الكل لتشير الى الكل او الجمع واجيب بعدها الاسم بولي مثلا poor فقير طيب ده poor الفقراء لما poor people ايوة طيب ده reach الاغنياء لما reach people كل الناس اللي في استفضيل the blind المكففين the young الشباب the old كبار السن the dead الموت the young الشباب الثاني the deaf الصم the dumb البقل بولي the rich should help the poor معنى المثال ده ايه ممكن يجيني في الترجمة ان الاغنياء يجب ان يساعدوا بقراء يبقى the rich people should help poor people any problem هستخدم ذا قبل اسماء الالات الموسيقية مع الفعل play أو practice play the piano the violin the drum أو the guitar قبل اجزاء اليوم in the morning in the afternoon in the evening مع بعض الاسماء ديت the cinema بلو يجيب عنها go the internet لو بكنا هناك اختراع the office the radio the theater the army the post office هستخدم ذا كمان number 11 دي مهمة اوية لرجالة قبل الاسم اللي انا رايحه لغرض غير الغرض الاساسي لي يعني رايح مكان مش للهدف بتاعه للزيار الاماكن دي زي school university hospital prison بلو mosque church market ولك مثلا my father went to the school yesterday my father went to the school yesterday استخدمت ذا مع school هنا عشان والدي اكيد مش رايح يذاكر في المدرسة او مش رايح يدرس في المدرسة فرايح لهدف مختلف as a visitor كذائر طيب my father went to school yesterday ان والدي هنا بيعمل as a teacher كمدرس طيب number 12 غير في الاهمية برضو قبل اسماء البحار والمحيطات والانهار والقنوات المائية the mediterranean البحر المتغصر the red sea البحر الاحمر the pacific ocean البحيط الهادي the river nile نار النيل the savis canal قناة السويد number 13 استخدم ذا قبل اسماء سلاسل الجبال خلي بالك قوي من اللفظ ده سلاسل مش جبل واحد سلاسل الجبال ومجموعات الجزر والبحيرات برضو مش جديرة ولا بحيرة مثال the alps جبال القلب مش جبل واحد the himalayas مش جبل الهيملايا مش جبل واحد the great lakes البحيرات العزمة البحيرات العزمة مش بكلم عن بحيرة واحدة مستخدمش ذا لو بحيرة واحدة the caribbean islands جزر الكاريبي number 14 قبل اسماء الممالك والجمهوريات والسلاطين والامارات والولايات بكز اولا الا مصر الدول ما بستخدمش مع هذا الدول مش بستخدم مع هذا الا لو جي قبلها صفة الا لو جي قبلها الصفة او الكونية بتاعتها زي ما بنقول يعني مثلا امريكا ينفع لك دي امريكا لا طب كما ليه اقول لك امريكا بس طب لو انا عايز استخدم ذا اقول لك ايوه the key او the united states of america the usa the usa united states of america ايوه امريكا متصلنش مع هذا الا لو قلت the united states of america الولايات المتحدة الامريكا the sultanate of oman سلطانة عمان سلطانة عمان امريكا امريكا the arab republic of egypt ايوه جمهورية مصر العربية تحيا مصر هستخدم the 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 a r e the united arab emirates الامراسة العربية المتحدة u a e the kingdom of saudi arabia الملكة العربية السعودية ksa طيب لو انا بقى جبت الدولة بدون كونيتها متستخدمش مع هذا دي ايجبت مصر امريكا الاول الثاني the third the fourth the fourth the fourth the only girl who attended the lesson اول بنت يخدر الدرس او saturday is the first day of the week سبت هو اول ايام الاسبوع number 17 مهم جدا استخدمها قبل الكتب المقدسة واسماء الجرائد والمجلات العالمية زي the holy quran القرآن الكريم the holy bible and the ideal the times ده بالنسبة للجرائد او المجلات the times يعني جريد الطايم المشهورة امتا بقى ما نستخدمش ازاي اه خد نفسك كده تركز معين في جميع الحالات عكس الحالة اللي فاتتك طيب number one تعالي يال خد نفسك تعالي تاني لنستخدم ازاي قبل الاسماء الجمع اذا قصدنا الكلام بشكل عام عكس اللي احنا هناك بكده flowers have nice milk flowers have nice milk الورود لها رائحة جميلة انا بكلم عن all kinds of flowers جميع انواع الفلاور طب اذا قصدنا التحديد او التقصيص فنستخدم مع هزا زي ما قلنا بلكد the flowers in your garden are beautiful the flowers in your garden are beautiful الورود اللي في حديقتك جميلة اني ورود اللي in your garden اللي في حديقتك يا فاند طيب بالنسبة للتلفزيون مش هستخدم مع هزا لو قصدنا بيه برامج التلفزيون زي i watched a movie on television i watched a movie on television yesterday مثلا طب لو قلت he put the glass on the TV كده اتكلمت عنه كجهاز لنستخدم مع ذات العيب مش هستخدم ذا مع الاسماء اللي جاية انت رفتها بغرض الغرضها الاساسي school university hospital دي كلها اماكن مش هروحها لو رفتها الهدف الاساسي مستخدم شدها he went to hospital because he had eaten bad food يبقوا روح للمستشفى ليه عشان روح عشان اكل اكل وحش طب لا نمبر فور لنستخدم ذا قبل اسم البحيرة المفردة او الجبل المفرد ليك ناصر معلنا بحيرة مشهورة وفي مصر يا مصر بتاعتنا ايو يا فندم بس البحيرة المفردة ماستخدمش معها ذا طب mount Everest mount Everest دوت اشهر او دي اشهر كمة في العالم اعلى كمة في العالم على نفسها يا فندم مرضو ماستخدمش معها ذا ليه لانها كمة منفردة مش استخدم ذا الا مع ثلاثة الجبال مجموعات الجزر مجموعات البحيرات دايما اتفقنا قبلك number five لا نستخدم ذا قبل Western او Eastern او Southern او Northern الصفات من الاتجاهات قولك I visited Southern America Southern America مش استخدم ذا قبل الوجبات والمواد الدراسية واللغات dinner lunch breakfast طب تعرفوا بينكم كده انه ممكن استخدم ذا قبل الوجبة بسرعة في حالة الدعوة فقط في حالة الدعوة فقط لو قلت اخوي عذبني على dinner my brother had invited me to the dinner بس يقولوش لحد طب نرجع تاني number seven قبل مش استخدم ذا مش استخدم ذا قبل الشهور وفصول السنة winter spring autumn summer january مش استخدم ذا قبل الاسماء المعنوية والرياضات والانشطة democracy peace swimming football camping مش استخدم ذا مع التعبيرات go home او return home او go to bed مش استخدم ذا مع اسماء العالم المسبوقة بلقب داي king فهد president cc princess diana king sadat او king abdullah president sadat طيب اخر معلومة ومهمة قبل نضافني ازماجك لو سمحتوا ركز معي كلمة room اللي معناها حجرة accountable or uncountable countable فاند معادي تجمع room rooms طب كلمة room لو جات بمعنى حي او بمعنى مجال تبقى uncountable ولا تجمع ابدا طب تعالي شوى امثلة no not i went to a hotel to reserve a room رح تفنده علشان احجز ايه room حجرة جميل جدا نفيش مشكلة احجز حجرة او اثنين او اثنين او ثلاثة reserve a room or two rooms or three rooms عشان دا countable noun اما لو قلت there is no room for mistake on doing nuclear experiment لا يا فاندم انت بتتعامل مع الكلمة room بش معنى مختلف هنا there is no room لمجال الخطأ for mistake on doing nuclear experiment في عمل التجارب النووي مهم جدا الكلام دا اعمل share اعمل subscribe قبل ما تقفل الفيديو فيد اصحابك دي فيد كل زملائك ونفع الله بكم كان معاكم طاهر منصور مدرس اللغة الانجليزية وان شاء الله في فيديو جاية تانية هنستفيد مع بعض وبإذن الله نفع الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معاكم سيد اللغة الانجليزية طاهر منصور ساعت بلقائكم اشتركوا في القناة